اشتركوا في القناة من تطور ونماء في مختلف المجالات مستعرضان السبل الكفيلة للارتقاء بها الى فاق اوسع بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين من جانبها اكد معالي السيد فؤاد حسين على متانة العلاقات الاخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق مؤكدا حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بما يلبي الطموحات المشتركة ويحقق الاهداف المنشودة مشيدا بجهود البحرين الحثيثة على تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة متمنيا للمملكة دوام التقدم والنماء وجرى خلال الاجتماع بحث سبول تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر